طيب خلينا نروح بقى للنقاط القوة اللي موجودة في هذا الفريق نقاط القوة طبعا المهاجم الفرنسي الخطير اللي هو جي جي نياك ده هدف الفريق دايما زي ما متعودين بناخد الهدفين بناخد الأسست الأكثر أسست الهدفين قدامنا على الشاشة أندري بير جي جي نياك تم سجل ستة أهداف في بطولة كونكاكاف بالنسبة للأكثر أسست لويس ولويس اللي هم ايه اللي هم الجابها اليمين الجناح مع اليمين عمل 3 أسست ولويس رودريجز الباكي اليمين عمل 2 أسست زي ما قلنا الجابها اليمين هي نقطة سر كوت الفرقة دي وهنلاقي برضو أن جي جي نياك المهاجم اللي هو الفرنسي عمل 2 أسست يعني مساهم في 8 أهداف في البطولة الأكثر تصويبا على المرمة هو برضو المهاجم جي جي نياك عمل كان بقى عمل 32 محاولة 32 محاولة منهم 15 صح يعني معدل محاولاته في المطش كان 5 و 3 من 10 محاولة في المباراة يعني أكتر من 5 محاولات في المباراة ده رقم كبير جدا للمهاجم أكتر من 5 محاولات في المطش في بطولة تكون ككاف نيجي بعد كده لي الأكثر تصويب برضو خفير أكينو وفالنسيا دول من الأكثر محاولات على المرمة الأكثر تمريرات بقى هنجيب اللي بعد كده الأكثر تمريرات هنلاقي أن الرافائيل اللاعب لارتكاز رقم 1 اللي هو عام 429 بنسبة دقة 92% هنلاقي أن خصص اللي هو نحية الشمال الباك الشمال عام 429 ده بيأكد ايه؟ إن هما برضو في بداية التحضير في بداية الهاجمة في بناء الهاجمة بيحضره دايما من عند والارتكاز الأيصر يحضر هو ويجمعه اللاعب ويرسله التمرير الطولي للجابهة اليمين وده اللي ودينا العدد الكوروات العرضية الكبير جدا اللي من ناحية اليمين من ناحية اليمين لأن هما بيبنقوا بيبد jemand بيحضر ناحية الشمال ويعمل التمرير الطولي للباك اليمين عشان كده نقطة قوتهم في الجابهة اليومنى التمريرات البينية هنلاقي إنه برضو رقم مميز للمهاجم إنه مش بس هداف لا ده كمان التمريرات البينية بتاعته تمانية يعني العيب عنده رؤية ولعيب يعطبر محور هو قوة الفريدة في المهاجم ده جي جي نياك عمل تمانية تمريرات بينية والجناح الأيمن اللي هو لويس عمل ستة واني جي بقى اللي رقم العرضيات هو لويس والويس اللي هي الجابها اليمين لويس رودريجز اللي هو الباكي اليمين عمل 23 عرضية الجناح التاني لويس عمل 14 يعني الجابها اليمين لوحدها هي الأكثر إرسال في العرضيات زي ما عرضنا إحصائية العرضيات تمام إذن دي نقاط القوة المتواجدة في هذا الفريق